اشتركوا في القناة 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 نعم نعم مزيد عن شرك فإنك intervenل لماذا ترون المشرك فإنك است competitors فإنك شرك فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماعي والصفات فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد والتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله والتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله إفراد الله سبحانه وتعالى فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله الدين له مراتب ثلاثة وهي نعم الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة إسلام ركونا이 خمسة الروكنا الأول شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبودة بحق إلا الله معنى هذا أن كل ما عبدا من دون الله فإبادته باطل والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى أولا للحكنا الأولى التي يتعالى أن لا إله إلا الله ومن دون الله أن لا إله إلا الله تقوم على الركنين على قدمين النفي الكفر بالطاقود قبل الإيمان بلله لا إله إلا الله إبادة يلنظر الله عز وجل يحصد إبادة يلنظر الله عز وجل وشهدت أن محمدًا عبده ورسوله لابد النجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة أنه عبد لا يُعبد عليه الصلاة والسلام ليس له شيء من خصائص الربوبية ورسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب نعم محمدًا رسول الله عز وجل وبركة monkeys شهدت أن محمدًا محمد رسول الله Weissalem ورسوله وهدف اشياء الله Weissalem weissalatu weissalatu ورسوله عبدا فيه ما أمر أن نطيع النبي صيدة ورسوله الأمار به محمد رسول الله Weissalamm لذلك دورة أجهر وعلنا مع الممار ونصدق النبي صيدة ورسوله وأن نطيع الممار به واجتناب ما عنه نهى وزجر أي كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا منه نجعله في جانب ونحن في جانب آخر 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 وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل هذا ما يتعلق بأركان الإسلام يبقى معنا أن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة لكن هذا المفتاح لا يفتح إلا بأسنان والأسنان هذه هي شروط لا إله إلا الله يمكننا أن نفسه لإله إلا الله هو الجنة لكن هناك أسنان لا يفتح إلا بأسنان لا إله إلا الله حرارة لا إله إلا الله من ذلك لا إله إلا الله هو الجنة هذا المفتاح وهذه الشروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى من يذكر لي هذه الشروط؟ الشرط الأول العلم ما معنى العلم في شروط لا إله الله؟ لا إله الله فإن الله يمكن أن يشك 1% في التوحيد وفي الاتباع اكبرتك الإخلاس الإخلاس وضد الإخلاس الشرك يجب أن يكون في قول لا إله الله يكون يبتغي بلا إله الله وجه الله سبحانه وتعالى لا يريد بههى مراعات النسي مدح النسي يجب أن يكون فيه الآخرى يحلص 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 الله عز وجه الله من يجب أن ترحيه يحلص 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 الله عزاسي يحلص لك أن يكون فيه الهلاء الله مراعات النسي مدح النسي حتى يقف عنه أنه مسلم حذرة تنفع لا إله الله من يحلص 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 لا إله الله يحلص نعم المحب لا يحب الله سبحانه وتعالى و لا يحب أحد مع الله امان على ان الانبياء ورسول لرسول ورسول والسلام والملاقي وصالحين تحت محبت الله أحببناهم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمحبته إذن تحب الله ولا تحب أحد مع الله ونحب أحب رفع إنسان ويجعل محبته كمحبت الله وهذا لا تنفع لا إله إلا الله ويحب كل من أمر الله سبحانه وتعالى بمحبته وحب كل ما جاءت به الشريع من الأحكام نعم ، وبعدها القبول لابد أن يقبل كل ما جاءت به الشريع ولا يمكن أن يرد شيء بالغدال Price 5تشريع نعم ، شريعتنا على سبيل مضافي نعم ، شريعتنا على سبيل المفضل كل شيء يمكن أن يحرن أن يكون على سبيل مضافي بإطلاق certzinho ، كل شريعة يمكن أن يكون على سبيل المفضل نعم 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 الصدق لابد أن يكون صادق في قول لا إله إلا الله لأن المنافق نصلاحه و السلام كاذي في قول لا إله إلا الله 6. شرط صادق olmak هذا يبدو صادق هذا يبدو صادق هذا يبدو صادق نعم والكفر بما يعبد من دون الله و هذا قلنا لابد لا إله إلا الله فيها من ركني كفر بالطاقود قبل الإيمان بالله نعم طيب صادق الله تنسى كل شيء كفر يعني طاقود كل شيء كفر ينسى الله فإن شكا في الكفر بالطاقود أو شكا في تكفير من عبد الاسنم والأحجار والأولياء والصالحين والملايك والأنبياء والرسول و هذا لا تنفع لا إله إلا الله مثلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم لابد في تكريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة من أمور خمسة في التعريف أهل السنة والجماعة من أمور خمسة في التعريف قول باللسان دلنا تلفز إتمك واعتقاد بالقلب وعمل القلب وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إذاً لا بد يقول بلساني ويعتقد بقلبي فهذا منافق نفاق أكبر نفاق اعتقادي في الدرك الأسفل من النار أجل كم دلنا تلفز إتب قلبنا من إسلاما اعتقاد إتمك فهذا منافق نفاق أكبر نفاق اعتقادي في الدرك الأسفل من النار وإذا كان يعتقد بقلبي ولا يقول بلسانيه وقادع الكلام صحيح معافى فهو كإمت الكفر كإبليس وفرعون وأبو جهل وإركان الإيمان 6 الأول أن تؤمن بالله والإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإيمان بوجود الله والعقل دل عليها أدل إجمالية أربعة الله عز وجل الموجودة لديك 4 تنة إمومة لك 4 تنة دلل لأن العقل يستحيل أن ينظر في هذا الكون وانتظام البديع فيه إلا ولابد أن يثبت لهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى هر برينزي دلل نديه عقل در و هر برعقل olan كاس bilir ki هذا دلل محسوس ملموس هذا دلل محسوس قام النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يدعو اللهم غيثنا ونزل الغيث هذا دليل محسوس الثالثة الفطرة كل مولود يولد على الفطرة يولد على الإسلام نعم الثالثة الفطرة لأن كل مولود يولد على الفطرة كل مولود يولد على الإسلام الثالثة الفطرة وكثير بل لا تخل منه آية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا التوحيد كل آيات القرآن فيها أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى الثالثة الشري دليل القرآن دليل إبن قيم رحمه الله قرآن دليل قرآن دليل سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ثم بعد هذا الملائكة سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ومن أسمائهم مثل جبريل ومكايل وإسرافيل نحن نثبت للملائكة أرواح وإساد وعقول وقلوب نعم الإمان بالأنبياء والرسل إمانا 4. رقمه نؤمن بأنهم عبيد لا يؤبدون ورسل لا يكذبون إمان getirir ki onlar Allah'ın kullarıdır onlara ibadet olunmaz وينزمانا الله'ın peygamberleri onları yalanlamak olmaz تكذب etmek olmaz وأن الله أرسلهم وعوحى إليهم وإيادهم بالأياد Allah Azze ve Celle onları göndermiş وonlara kitaplar nazlet etmiş onları mövcelerle güclendirmiş onlara mövceler vermişti وأنهم أدل أمانا Onlar Allah'ın gönderdiği amaneti yerine getirirler ونصح الامة Ümmete en yakış şekilde nesret edirler وجاهدوا في الله حقا جهاده Allah yolunda hakkıyla cihad edirler وبلغوا كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بتبليغي Allah Azze ve Celle'nin tebliğine emrettiği her bir şeyi insanlara çattırırlar على أكمل وجه bunun da همسını en kamil şekilde edirler وأن أول الأنبياء آدم عليه السلام نبیلين en birincisi آدم عليه السلام وأول الرسل نوح عليه السلام وبيغمبرlerin de birincisi نوح عليه السلام وخاتم الأنبياء ورسل محمد عليه السلام نبیلين وبيغمبرلين sonuçودا محمد صلى الله عليه وسلم كل من ادعى النبوة ورسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو الله كاذب وكافر كفر أكبر مخرج من المله وكل من يصدق هذا فهو كافر مثله كم؟ پیغمبر صلى الله عليه وسلم دن سورا نبیلیه یا رسولیه اددئي لیرسا اددئيه اددئيه وكافر كم دا اونه پیغمبرين ايمان جتررسا اددئيه ودونه کم کافردی ثم بعد هذا الرقن الخامس الیمان باليوم الاخر ايمان امان بشنجر رقن آخریه ایمان جترمکتی وَا اتضمن الیمان باليوم الاخر يتضمن الیمان بكل ما يكون بعد الموت اذن لابد ان تؤمن بكل ما اخبر به الله واخبر به رسول عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت آخریه امان مسئلیه آخریه امان من خروج روح مسئلیه وقبض الملائكا لها ويسأل في القبر عن الاسول الثلاث قبرده اور ما ربك ربك وما دينك وما نبيك ثم بعد هذا البعث بعد الموت الجزاء والحساب الجنة والنار حوض النبي عليه الصلاة والسلام إذن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت يعني أن الإيمان بالقضاء والقضاء والقضاء و يتضمن الإيمان بمراتب أربع والعلم هو أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا أخف عليه شيء في الأرض ولا في السماء قدره من الموت يعني الله عز وجل كل شيء يعني الله عز وجل كل شيء يعني الله عز وجل كل شيء الثالث المشيء والإرادة للعبد المشيء ال điều التفل لكن هذا المشيء ولهذا الله كان وما لم يشع لم يكل الثالث إسعى والإرادة الله سامن بشيء و euro والسعرانًا الله سامن بشيء الله 小بادت التفل الله سامن بشيء الله تعالى العالى والقران الثالث أنه لا يبحث عن النهاية المرتب الرابع منين المراتب الإيمان بل قضاء القدر القدر يؤمن أن المراتب المحلوق وعماله المحلوق مثل القدر المرتب الرابع من المرتب الأكتب السنة يرتب في المرة الناس الإيمانين يراتب أن تتعب في كل شيء تتعب في كل شيء ونغير في كل شيء وإ pushed عليها وحسن أمان وليانات الجزائر ومهما يران الله عز وصل نعم يبقى معنا المرتبة الثالثة وهي الإحسان وإحسان ركن واحد إحساناً لديه ركن واحد وفي هذا الركن إما عبادة مشاهدة عبادة رغبة وحب وشوق في ما عند الله نعم هذا الركن لديه رغبة وحب وشوق في ما عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن تخرج عن المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك عبادة خوف وحرب وتسمى عبادة المراقبة إذا كانت هذه المرتبة خصوتي وفي هو زوجة المرتبة خصوتي فإن لديه مرتبة خذتك فإن دعاء المرتبة خذتك فإن الله أتمنى أداة أفل الله أتمنى أن أمرا القول فإن الوصول إلى أمراك ومن الرجل وأمراك أن يحرق بيخصوتي خذتك إن إلا الله أنه والثالثة وإلا الله أنه سنجر قلته بعد ذلك يجب أن نحذر من الشرق ونحذر منه. أبدا بعد أن أكثر من الإنياء ومنهم أنزر ويأتي الاسترادة ويأتي الأصبع الشرك الأصبع كبير الشرك الأصبع من الأمور الشرك الأصبع شيئر الشرك الأصبع لكن الشرك الأصبع من الأمور وإذا ما تنسى الله العافية этот السلام على الشرك الأكبر الم الف algun من في الم هو الوش الت له الع Rich أم و أغ Jeremiah و عن وأبطأ الجهال يعني esa آخستشترا وتبت من أن لا أسهل لن يرغبنا هذا الشرق الأكبر والأصل الله أن يقول وسوف يبقى الشرق الأكبر والأصل احبا الله عكس كم يحبون بسيق الأكبر وعلم على توفية هذه الأمثلة على الشركة الأكبر كمثلة على الشركة الأكبر قراء يا كراء الله على المقاك دين الله يجرد الله قادر مسمى الأكبر الله بأكبر الله بأكبر الله ماهو بأكبر الله Boلاح بإصلاح أو بسفتي سعيدة بما يرى على الطبيل بالح MEL آن يرى بإصلاح من إبادت في ببى القبرة مثلا السنع بإصلاح المترجم للقبير 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 المترجم للقبير